أمام صلاة على سيدنا رسوله كلها تتهى وأمام الذكر الذي جاء به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأمام قلب مستمسك بالله ورسوله سيدنا عمر يمشي الشيطان من بعيش من أين جاء بعمر هذا إلا قبس بالنور النبي محمد قال مر الحديد أحمد مشهور الحداد على ذكره قال نحن في أفريقيا نمشي في مكان قال خريج بالليل قال إنه بعض الجان حاوذروا الشياطين دوروا الطريق فما عرضت عنهما ما التفتت لهم ما شهد فالواق أرادوا يأذوني وشيقلت إذا بي في منطقة زوجودها قرية كاملة منهم قد يرقعد حتى أسواقهم وحتى دوابهم أسواقهم وخيم كثير وغباء شعب من الجن والشياطين شاء الله منشوفك هذا المشهد عبدنا طاقة واحد جن معدلنا قبيلة قال شاء الله فالأرادوا يأذوني أو كذا فتذكرت الدعاء الذي دعا به النبي ليلة الإسرق والمعراج الذي حرق الشيطان النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسرق والمعراج تعرض له شيطان بشعره فقال له جبريل قل أعوذ بكلمات الله التهمات التي لا يجاوز زهن نبر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء من شر ما يعرج فيها من شر ما دار في الأرض من شر ما يخرج منها من شر يقول لطارق أن يطرق بليل أو نهار إلا طارق أن يطرق بخير يا رحمة فقالها النبي صلى الله عليه وسلم فاحترق الشيطان احترق مهمة فلع ليه الشيطان حتى في الليلة الإسرق والمعراج والواري قال فلا قلتها فاحتزوا كما حد كحرب المنطقة كلها والقبض ولا قلتها المرة الثانية فأخذوا تباعدوا قال لما قلتها الثالثة نقروا خيمهم ودوابهم أسوابهم قلعوا كلهم بمقام ايشوا يتقوبوا حال ايشوا السلطة هذا لا معه جنود ولا معه شبكات ولا معه قلب متصل بالسماء ومعه لسان ذاكر وقلب حاضر مع الله سبحانه وتعالى من يقدر عليه من يقدر يأتيه من يقدر يلعبه من يقدر يحول بينه وبين الله من يقدر أن يحوم على بصيرته وهو في هذه النرانية كلنا نقدر نكون هكذا كلنا في هذا الطريق إذا صدقنا مع الله سبحانه وتعالى وسركنا في السبيل وعرفنا ربنا وعرفنا